السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم صغاري الأعزاء؟ نلتقي اليوم أنا وأنتم في درس جديد من دروس اللغة العربية هيا يا صغاري لنفتح دفتر التلميذ مع بعضنا البعض على الصفحة 54 أخذنا في درسنا الماضي في كتاب اللغة العربية درس أحلى بيئة هيا يا صغاري لنتذكر الدرس ونجاوب على هذه الأسئلة السؤال الأول ما المسابقة التي أعلن عنها أمير الغابة هيا يا صغاري من منكم يتذكر؟ ما هي المسابقة؟ أحسنتم إنها مسابقة أنظف بيتين ما مدة المسابقة يا صغاري؟ مدة المسابقة أسبوع واحد مبتاز يا صغاري لماذا فاز الجميع بالمسابقة؟ هيا لنتذكر مع بعضنا البعض ماذا فعلت الحيوانات؟ لقد تعاونت مع بعضها البعض لكي تحافظ على نظافة الغابة أحسنتم إذن فاز الجميع بالمسابقة لأنهم تعاونوا مع بعضهم البعض قبل أن ننتقل إلى التطريبات اللغوية سنتحدث اليوم عن دروس جميلة فعندما نتعمق في غابات كتابنا كتاب اللغة العربية نواجه أجمل الدروس فهيا بنا يا صغاري لنواجه هذه الدروس ولكن سنتابع هذا الفيديو أولا الفيديو يتحدث عن حروف الجر قلنا في دروس سابقة أن حروف الجر هي حروف تربط بين الكلمات في الجملة يصبح لها معنا معينا وتأتي هذه الحروف مع الأسماء فقط يا صغاري تأتي قبل الإسم ويسمى الإسم الذي يأتي بعدها الإسم المجرور وتكون حركته الكسر ومن هذه الحروف يا صغاري لدينا الأحرف التالية من إلى عن على هذه الحروف يا صغاري تأتي في الجملة منفصلة قبل الإسم وهناك حروف أيضا تأتي متصلة وهي الباء واللام والكاف وهي أحرف من حروف الجر أيضا ولكن تتصل بالإسم وتكون حركة الإسم المجرور الكسر هيا يا صغاري لنبدأ مع بعضنا البعض في حل التدريبات اللغوية أضع كل حرف من الحروف الآتية من إلى عن على في الفراغ المناسب من الجمل ثم أضبط آخر الإسم أعلن أمير الغابة أي حرف من هذه الحروف والمناسب مسابقة أنظف بيت هيا يا صغاري أعلن أمير الغابة أحسنتم عن مسابقة أنظف بيت ولكن هيا لننتبه إلى الإسم المجرور هذا هو الإسم المجرور مسابقة ما هي حركته؟ انتبهوا جيدا إلى اللفظ لفظ مسابقة أحسنتم حركته الكسرة إذن نضع على آخر الحرف من الكلمة الكسرة ممتاز يا صغاري الجملة الثانية جاء الحسون بيته بيته عفوا جاء الحسون بيته أي حرف من هذه الحروف مناسب هيا يا صغاري جاء الحسون إلى بيته أحسنتم يا صغاري هيا لنضع حركة الإسم المجرور وما هي يا صغاري إنها الكسرة ممتاز ونظفه الشوائب أحسنتم ونظفه من الشوائب ممتاز يا صغاري لنضع أيضا حركة الإسم المجرور لا ننسى أن نضبط آخره الشوائب أحسنتم الكسرة على الباء تحت الباء تعاون تعاون وضع الأوراق أي حرف من هذه الحروف مناسب يا صغاري أحسنتم إنه على تعاون على وضع الأوراق هيا لنضبط آخر الإسم المجرور أحسنتم نضع الكسرة تحت العين ممتاز يا صغاري هيا لننتقل إلى السؤال الثاني السؤال الثاني أكون جملتين في كل منهما حرف جر من الحروف الآتية أي سنختار أحدا من هذه الحروف ونضعه في جملة مفيدة هيا يا صغاري الجملة الأولى نزل المطر من السماء أحسنتم نزل المطر من السماء ممتاز الجملة الثانية يدافع الجنود عن الوطني ممتاز يا صغاري يدافع الجنود عن الوطني أحسنتم هيا لننتقل إلى السؤال الثاني من التدريبات اللغوية ولكن قبل أن ننتقل إلى السؤال الثاني سوف نتذكر مع بعضنا البعض يا صغاري أدوات النفي ما هي أدوات النفي؟ أدوات النفي هي لم ولن وما أولا سنتعرف على لم لم تدخل على الفعل المضارع وتنفي حدوثه في الزمن الماضي لم تدخل على الفعل المضارع وتنفي حدوثه في الزمن الماضي مثال لم يحضر صديقي بالأمس الأمس يعني البارحة إذن لم نفت الفعل المضارع لم نفت قدوم صديقه يوم أمس أحسنتم يا صغاري هيا لننتقل إلى حرف النفي الثاني وهو اللا ممتاز يا صغاري لا أيضا هو حرف من حروف النفي تدخل اللا على الإسم والفعل فتنفي حدوثهما مثال لا يدخل الجنة قاطع رحم من يقوم بقطع رحمه لا يدخل الجنة أبدا أخذناها في درس التربية الإسلامية يا صغاري أحسنتم هيا لننتقل إلى الحرف الثالث وهو ما ما أيضا هو حرف من حروف النفي تدخل ما عفوا تدخل ما على الفعل الماضي فقط وتنفي حدوثه فقط تدخل على الفعل الماضي انتبهوا يا صغاري ما كتب أحمد الوظيفة كتب فعل ماضي ما كتب أحمد الوظيفة ممتاز لننتقل إلى الأداة الرابعة وهي لن لن يا صغاري تدخل على الفعل المضارع وتنفي حدوثه في المستقبل أي سيحدث فيما بعد هيا يا صغاري لننظر إلى هذا المثال لن يحضر صديقي غدا لن يحضر صديقي غدا نفت لن فعل الحضور إذن صديقي لن يأتي غدا إلينا أحسنتم يا صغاري هيا لننتقل إلى السؤال الثالث السؤال الثالث أضع كلا من لا وما ولم وهي أدوات النفي في الفراغ المناسب هيا يا صغاري لننظر إلى الجمل لدينا هنا ونبدأ بحل هذه الجمل يضع المتسابق الأوساخ أمام بيت جاره قلنا ما هي الأداة المناسبة له انتبهوا إنه فعل مضارع ولكن حركته الضم إذن تناسبه اللا لا يضع المتسابق الأوساخ أمام بيت جاره هيا لننظر إلى الجملة الثانية خسير أحد في المسابقة خسير فعل ماضي انتبهوا إلى حركة آخره الفتحة خسير فعل ماضي ما هي الأداة المناسبة له يا صغاري ما خسير أحد في المسابقة ممتاز أعزاء الصغار يحرق سكان الغابة الأوراق يحرق سكان الغابة الأوراق انتبهوا جيدا ما هو الحرف المناسب لم أحسنتم لم يحرق سكان الغابة الأوراق هيا لننتقل إلى السؤال الرابع أكون جملتين مستخدما أدوات النفي ما ولن هيا يا صغاري فكروا معي قليلا ولنكتب هنا جملتين جميلتين هيا يا صغاري أولا نبدأ بالما ما شرب عمر الحليبة أحسنتم لن أتغيب عن المدرسة الأسبوع القادمة ممتاز يا صغاري لننتقل إلى التدريبات الإملائية ونبدأ بحلها مع بعضنا البعض السؤال الأول أصل بين المقاطع لأكون كلمات ثم أقرأ هذه الكلمات هيا يا صغاري أول كلمة عنا هنا حرف الثا وحرف الياء كيف يقرأ؟ في في أيضا الراء مع الأليف تقرأ راء وهنا في الأخير حرف النون في ران في ران أحسنتم يا صغاري ممتاز هيا لننتقل إلى الكلمة الثانية الألف مهموزة ولكن الهمزة تأتي تحت الألف إذن مكسورة إع 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 الألف مع العين إع اللام مع الألف لا إع لا نن أحسنتم إعلان ممتاز يا صغاري الآن الكلمة الثالثة غز غز الغين مع الزاي غز اللام مع الألف تقرأ مع بعض لا غز لا أحسنتم غز لان ممتاز يا صغاري أعيد قراءتها كثيران إعلان غز لان ممتاز يا صغاري هيا لننظر إلى السؤال الثاني أرتب الكلمات الآتية لأكون جملة هيا لننظر إلى الكلمات التالية أمير وقف الغابة النتيجة ليعلن في ولكن انتبهوا جيدا يا صغاري هذه الجملة موجودة في كتابنا وهنا أيضا موجودة عندنا هذه الجملة ولكن هنا يوجد خطأ صغير كحرف الجر فيه هنا سوف نقوم بحذفه لأنه غير موجود في كتاب التلميذ في درسنا حرف الجر غير موجود في هذه الجملة إذن سنقوم بحذف حرف الجر فيه مع بعضنا البعض هيا لنرتب هذه الجملة ماذا تصبح هيا يا صغاري مع بعضنا البعض ماذا تصبح هذه الجملة مع بعضنا البعض أحسنتم وقف أمير الغابة ليعلن النتيجة وقف أمير الغابة ليعلن النتيجة ممتاز يا صغاري أحسنتم لننتقل إلى السؤال الثالث هيا يا صغاري مع بعضنا البعض أحلل الجملة الآتية إلى كلمات سوف نحلل هذه الجملة إلى كلمات لنقرأ الجملة مع بعضنا البعض تكومت الأوراق في وسط الغابة تكومت الأوراق في وسط الغابة هيا سنحللها إلى كلمات أي سنضع كل كلمة في الفراغ المناسب لها أولا كلمة تكومت سنضعها في هذا الفراغ أحسنتم تكومت الكلمة الثانية الأوراق ممتاز الكلمة الثالثة وهي حرف الجرفي ممتاز الكلمة الرابعة وسطي ممتاز يا صغاري الكلمة الخامسة هي الغابة أحسنتم هيا لننتقل إلى السؤال الرابع السؤال الرابع يا صغاري أضع دائرة حول التنوين في الجمال الآتية مدة المسابقة أسبوع مدة المسابقة أسبوع راحت كعادتها تعمل بجد وفجأة وصلت البومة هيا يا صغاري قبل أن نضع دائرة حول التنوين هنا سنتذكر مع بعضنا أنواع التنوين في هذا الفيديو الجميل بثلاثة أبناء الإبن الأكبر يسمى تنوين الفتح وبسبب تعرض هذا الإبن لإصابة في قدمه أصبح في بعض الأحيان يحتاج إلى عصا يستند إليها كما في كلمة أسدا ولا يستطيع الاستغناء عن تلك العصا إلا في حالة جلوسه على إحدى كراس العائلة وهي التاء المربوطة أو الهمزة على الصطر أو الهمزة على الألف ليستريح عليها مثل كلمة مدرسة سماء ملجأ أما الإبن الأوسط فهو تنوين الضم وهو شاب في قمة حيويته ونشاطه فهو يقف على الحروف دون حاجة إلى عصا مثل كلمة قلم وإذا تعب جالس على إحدى كراس العائلة ليستريح وهي التاء المربوطة أو الهمزة على الصطر أو الهمزة فوق الألف مثل كلمة مدرسة نبأ بناء أما آخر العنقود وهو الإبن الثالث تنوين الكسر فهو ابن صغير ومدلل دائما ما يلهو ويحبو تحت الحروف مثل كلمته ليمون كما أنه يحب الاختباء أحيانا تحت كراس العائلة التاء المربوطة والهمزة على الصطر أو الهمزة على الألف مثل كلمة طفلة ماء مخبأ نستفيد من هذه القصة أن هناك ثلاثة أنواع من التنوين وهي تنوين الضم وتنوين الفتح وتنوين الكسر وتنوين الضم يعني أن هناك ضمتين في آخر الكلمة مثل كلمة أسد وتنوين الكسر يعني أن هناك كسرتين في آخر الكلمة مثل كلمة أسد وتنوين الفتح يعني أن هناك فتحتين في آخر الكلمة مثل كلمة أسد فيجب في تنوين الفتح إضافة ألف في آخر الكلمة عدا في الحالات التالية أولاً أن تكون الكلمة مختومة بتاء مربوطة مثل مدرسة حديقة ثانياً أن تكون الكلمة مختومة بهمزة على السطر مثل سماء فضاء ثالثاً أن تكون الكلمة مختومة بهمزة على الألف مثل ملجأ مخبأ فهذه الحالات الثلاثة لا تحتاج إلى إضافة ألف آخر الكلمة هيا يا صغاري بعدما استمعنا إلى هذا الفيديو الجميل وشاهدنا نتذكر مع بعضنا البعض أنواع التنوين قلنا هناك ثلاثة أنواع للتنوين وهي تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر يأتي التنوين في آخر الكلمة يأتي التنوين في آخر الكلمة إذن يا صغاري تنوين الضم يجلس على آخر حرف في الكلمة وأيضاً تنوين الكسر يأتي تحت الحرف الأخير في الكلمة أما تنوين الفتح يا صغاري فهو لا يستطيع أن يجلس على آخر الحرف لوحدة بل يحتاج إلى عصا تساعده وهي الألف أما إذا جاءت عندنا التاء المربوطة أو الهمزة على السطر أو الهمزة على الألف فيأتي التنوين ويجلس على هذه الحروف دون وجود العصا المساعدة له ممتاز يا صغاري هيا لننظر إلى هذه الجمال هنا لدينا ونبدأ لحلها مدة المسابقة أسبوع منظر هنا يا صغاري أسبوع أحسنتم أين يوجد التنوين هنا في آخر الكلمة أحسنتم ما هو التنوين الموجود لدينا هنا ما اسم هذا التنوين؟ ممتاز إنه تنوين الضمي هيا لنضع الدائرة عليه مع بعضنا البعض ننتقل إلى الجملة الثانية راحت كعادتها تعمل بجد ممتاز أحسنتم يا صغاري بجد يوجد في هذه الكلمة تنوين ولكن انظروا جيدا أحسنتم إنه تنوين الكسر ولكن جاءت الشدة لذلك يوضع تنوين الكسر تحت الشدة أحسنتم يا صغاري إذن نضع دائرة على التنوين الموجود هنا عندنا الجملة الثالثة وفجأة وصلت البومة الحكيمة ماذا يوجد هنا يا صغاري أنظروا تنوين الفتح ممتاز على كلمة فجأة قلنا في الفيديو يا صغاري وفي دروس سابقة أن التنوين الفتحي يأتي مع العصى المساعدة له وهي الألف ولكن هنا انتهت الكلمة بتائم مربوطة لذلك جاءت تنوين الفتحي وجلس فوق حرف التاء دون وجود العصى المساعدة له أبدا ممتاز يا صغاري إذن تنوين الفتحي في هذه الكلمة موجود في آخرها فوق التاء هيا لنضع عليه الدائرة هل وضعتم الدائرة يا صغاري؟ ممتاز أحسنتم ننتقل الآن إلى السؤال الخامس أستخرج من المقطع الآتي كلمات تنتهي بالتنوين وأصنفها في هذا الجدول عندنا هنا تنوين الفتحي تنوين الضمي وتنوين الكسري هيا لنقرأ مع بعضنا البعض هذا المقطع أعلن أمير الغابة عن مسابقة أنظف بيت وحدد لها شرطين الشرط الأول لا يضع المتسابق أو ساخا أمام بيت جاره الشرط الثاني مدة المسابقة أسبوع واحد أحسنتم يا صغاري هيا لنبحث مع بعضنا البعض عن الكلمات التي تحتوي على التنوين أنتبه يا صغاري جيدا صوت التنوين مثل النون هيا أعلن أمير الغابة عن مسابقة أنظف بيت ممتاز بيت هنا تحتوي على التنوين ما هو هذا التنوين؟ ما نوعه؟ ممتاز إنه تنوين الكسري نضعه هنا ممتاز يا صغاري لننتقل إلى الجملة الثانية وحدد لها شرطين الشرط الأول لا يضع المتسابق أو ساخا ممتاز أو ساخا تحتوي على تنوين الفتح انظر يا صغاري انتهت الكلمة بحرف الخاء إذن التنوين لا يستطيع أن يجلس فوق حرف الخاء لذلك أحضر معه العصى المساعدة له وهي الألف ممتاز يا صغاري أو ساخا تحتوي على تنوين الفتح لذلك نكتبها في الجدول المناسب لها أمام بيت جاره لا يضع المتسابق أو ساخا أمام بيت جاره أحسنتم الجملة الرابعة الشرط الثاني مدة المسابقة أسبوع واحد فكروا جيدا أحسنتم إنها هنا في كلمتين كلمة أسبوع أسبوع عفوا وكلمة واحد ممتاز ما هو نوع التنوين هنا يا صغاري؟ تنوين والضم أحسنتم يا صغاري إلى هنا صغاري الأعزاء ننتهي وأترك لكم الواجب المنزلي وهو موجود في الصفحة 58 و59 أتمنى أن تكونوا استمتعتم بهذا الدرس ونلتقي في دروس قادمة إن شاء الله وفقكم الله لما يحبه ويرضاه والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة